يعقد المجلس البلدي الاثنين المقبل جلسة عادية برئاسة مهلهل الخالد يبحث خلالها الرسائل الواردة والتوصيات الصادرة من اللجان المختلفة وسيناقش الأعضاء الموضوعات المدرجة في محضر اجتماع لجنة العاصمة ومنها الاختراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق امشار المتوطح بشأن توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله وفضلا عن طلب الهيئة العامة للشباب بتخصيص موقع بمنطقة الشويخ الإدارية وسيبحث الأعضاء أيضا الاختراح المقدم من العضو محمد المعجل حول إضافة دور رابع في مناطق السكن الخاص وتخصيص قسائم زراعية للمواطنين وكذلك الاختراح المقدم من العضو دكتور حسن كمال بوقف تخصيص الأراضي الزراعية والحيوانية في منطقة الإصابية الزراعية والاختراح الخاص بتطوير الخدمات في البلدية في منطقة المنقف الإسكانية